اهلا بكم من جديد الحقيقة لا اخفي ابدا اعجابي الشديد بالاستاذ مصطفى بكر ولا اخفي ابدا تقديري الشديد للاستاذ مصطفى بكر انا اعرفه منذ سنوات طويلة ورأيي فيه الحقيقة ناس كتيرة جدا ممكن تبقى مختلفة مع هذا الرأي بس انا باحترمه واقدره لانه انا اعرف ان الاستاذ مصطفى بكر لا يدافع الا عما يعتقد انه صحيح يعني ناس كتير ممكن تختلف معاه بتاع بس هو الراجل بيتكلم بحماس وبصدق عن اللي شايفه صح صرف النظر بقى انت شايفه مصصحة انت شايف كلامه يعني مش موفق دي مشكلة بس بالنسبة لنا لاني تعاملت معاه عن قرب فهذا الرجل صادق جدا مع نفسه يعني لما بيدافع عن حاجة بيدافع عن اقتناع ولذلك مثلا لما سمعته هو بيتكلم عن 57 تاتة 57 فيه برنامج وحقائق واسرار على قناة صدى البلد لقيت رسائل كتير جالي تقول لي مصطفى بكري بيتكلم عن 57 وبيقول كذا وكذا 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 فانا ما اتفاجئتش ولا اتصدمت ولا قلت ليه كده اسوز مصطفى تعمل كده لانه انا عارف هو الراجل بيتكلم من منطق قناته بس انا يعني اعزازا الحقيقة للأسوز مصطفى بكري وتقديرا واحتراما ليه هقول له بعض الحاجات اللي لازم تبقى واضحة قدامه وهو بيتكلم في هذا الملف وخلينا ناخدها حتة حتة كده يعني هو قال ايه وانا هوضح له ايه مع احتفاظ احتفاظي الشديد بتقديري واحترامي ليه وانا زي ما بقول لحضراتكم لا اخفي مشاعري تجاه وانا هذا الرجل اعرف دوره واعرف ما يفعله فانا اقدره خلينا ناخدها واحدة واحدة كده لان ما قاله الحقيقة يدخل فيه باب التضليل الاعلامي ويدخل فيه باب التغطية على ملف مفروض نعرفه بوضوح شديد جدا هو بيردم فانا يعني اربع بالأسوز مصطفى انه يردم واربع بالأسوز مصطفى انه يبقى مضلل في هذا الملف فخلينا نشوف قال ايه والتضليل فيه ابدأ يا شباب حدثني اليوم احد الاصدقاء من كبار رجال الاعمال وقال لي منذ فترة اصيب احد اقاربه بكنسر طفل فبدأ هذا الشخص يحاول الاتصال بمستشفى 57 تأتي 57 فقالوا له لازم تاخد دورك عمل المستحيل جاب الكبار والصغار فالدكتور شريف ابو النجا قال له كل واحد بياخد دوره واستعان حتى بالدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق واتصل بالدكتور شريف ابو النجا من اجل انقاذ هذا الطفل فالدكتور شريف قال له بصراحة وهو ضوح يا مهولانا انا حاطت قواعد بتمشي على الجميع ولا استثناء فيها وانا الحقيقة حاولت ده قبل كده وكان رد الدكتور شريف ابو النجا ان فيه قواعد والكل يلتزم بها وده الحقيقة برغم البعض ممكن يزعل منه لكن ده شيء جميل وعدل حقيقي وبيتم على ارض الواقع وانا شاهد عليه زي اللي كلمني النهاردة وهو شخصية كبيرة ومعروفة وقال لنا المهم لما جيت دور خد قريبه ده هنا الاستاذ مصطفى بكر بيقول انه فيه رجل اعمال كبير ووسط علي جمعة عشان يدخل طفل مصاب بالسرطان لكن شريف ابو النجا قال له انه احنا ماشيين بقواعد وماشيين بالدور ودي العدالة المطلقة قد يكون هذا الموقف حدث يعني ما اقدرش اقول لك لا 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 استاذ مصطفى ما حصلش الكلام ده قد يكون حدث لكن هناك ما ينفي ان تكون هذه القواعد موجودة في 57-57 لانا كنت عشان تقول لي ما كانش فيه وسطة لا فيه وسطة كتير جدا واهدر بها شريف ابو النجا مبدأ التكافؤ في دخول المستشفى وهقول لحضرتك حاجة يعني انا عندي وقع هنا واحنا بنشتغل في البرنامج من صحفية زميلة احكيلك ليه خلينا نستعيد تاني جزء من الحلقة اللي يأكد لك انه كلامك مش صحيح مش مسألة انه مفيش وسطة وانه علي جمعة وان انت شخصيا ولو كان شريف ابو النجا بيعمل ده فكان يرسم صورة اعتقد انها ما كانتش حقيقي ايه رأي كابس مصطفى اسمع التسجيل ده جزء من حلقة سابقة واحنا بنشتغل في الملف ده عندي وقع تاني وقع تاني بطلتها هنا صحفية زميلتي الساذة راشا عمار صحفية في جريت الدستور واجرت قبل كده حوار مع شريف ابو النجا معنا معنا راشا يا جماعة طيب كلمونا كلمونا راشا هنا هنا التعامل ايه التعامل ايه مش صحيح انه هزي المستشفى ما كانش فيها وسائط ومش صحيح انه كل الناس اللي كانوا يستحقوا ان هم يدخلوها دخلوه لا بالعكس فيه ناس كتير جدا فقرة وما يعرفش يوصل لصحفي وما يعرفش يوصل لنائب وما يعرفش يوصل لحد مهم وماتوا على باب المستشفى لانه مقدرش فيه ناس تانية لانه يعرف صحفي لانه يعرف نائب لانه يعرف اعلامي لانه يعرف رجل اعمال لانه يعرف دكتور صاحب شريف ابو النجا لانه يعرف وزير لانه يعرف حاجة اتكلم ودخل فإذا لم تكن لدى هذه الإدارة عدالة في التعامل مع المرضى بتيجي التاجر وتقول ان انا ما بعمديش وسطها لأ انت عندك بتدخل ناس وندخلش ناس انا عايز شوفوا لي رشا جماعة لانه لازم تسمعوا من الصحفية بس الواقع الواقع ببساطة شديدة جدا انه هي كصحفية كلمتها واحدة او كلمها حد بيقولها ان انا عندي حالة وعايز ادخلها مستشفى 57 كويس الصحفية دي اتكلمت ببراءة شديدة رقم شريفة بالنجا طلبته دكتور شريف انا الصحفية فلانت الفلانية في حالة عايزين يدخلها كذا 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 ادها من المناء اخيار وانتوا فاكرين والوسطى ولا نقبل ان يدخل مريض دون ان يكون هناك مش عارف ايه وانتوا المصريين كلام العظيم ده قفلت رشا التليفون وكلمت نائب في البرلمان نائب صديقنا يعني يا سيادة النائب فيه كذا 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 تلت دقايق بالضبط لقت رشا الدكتور شريفة ابن نجا بيكلمها قولها يا سيدي مش تقول انك تابع سيادة النائب وان الحالة تابع سيادة النائب على عنينا هاتي الحالة وتعالي معانا يا رشا طيب هاتو يا رشا ازايك مساء الخير يا دكتور بتأخر في تقديم الموضوعات وفي التليفون قولي لي طيب قولي انسان فضايح دي على قولي لي طيب انا كنت بتكلم على الموقف اللي انتي في حد اصدق انك تكلمي شريفة ابن نجا عشان يدخل حالة قولينا ايه اللي حصل في ده بالضبط بالضبط هي كانت من حوالي سنة ونص كده كان في حالة انسانية ناس من الشرقية ابنهم عنده سرطان ومحتاج يدخل مسجرة بشكل عاجل الولد كان تعبان جدا وحالته تعبان المهم تكلموني عن طريق حد زميل يعني فكلمنا الدكتور شريف الدكتور شريف انفعل جدا في التليفون وزعر وزعق وانا ما عنديه سرير وانا تحاولت الشرق يعني مش مش كويس طبعا بالفظ طبعا الفاظ دكتور شريف يعني على ثاني ضغط الصحافة والاعلام وكذا 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 المهم يعني الموضوع تحاول بقى لشتائم وزعيق وكلم من ده حاولت اشرح له الحالة رفض تماما يسمع السلام وانه هو ما بيملوش علاقة بالصحافة وما بيقبلش حالات عن طريق الصحافة او الوسائط او الكلام ده كله المهم طبعا يعني الحالة كانت حالة انسانية والستة كانت منهارة تماما زي ما انا كتبت في المقلعة بالصور فكلمت حد من اصدقائي من النواب مجلس الشعب فالراجل يكلمه طوله لو سمحت يا سيادة الناب احنا محتاجين بس يعني شوف لنا الدكتور شريف او اي مستشفى تاني تقبل الولد لان الولد سريبا بيموت يعني فمحتاجين له يدخل يدخل اي مستشفى المهم بعد شوية تجيء سب شريف او النجا بيكلمني على الكريفون ودي طيب مش تقولوا ان الحالة تابعة في سيادة النائب فكانت دي من الصدمات الكبرى في حياتي يعني بالنسبة للخسابة وخمسين اشكرك انا اوليلي اه اوليلي يعني هل لديك اقوال اخرى فدي واقعة بهديها ليه الستاذ مصطفى بكر صحفية كلمت شريف او النجا عشان يدخل حالة يعني حالتها خطيرة جدا الولد بيموت زعى ونفعل وقال وعمل شويتين وما فيش سراير وابتاع وما فيش وسطة او انا مبخطعش لضغط الاعلام قفلت التليفون كلمت نائب في البرلمان سيادة النائب كلم سيادة الدكتور فسيادة الدكتور كلم سيادة الصحفية انا مش تقول لنا ان الحالة تابعة سيادة النائب حالة حصلت فاللي حضرتك بتقوله انه ما فيش وسطة وانه فيه مبدأ هو ارساه كلام الصحيح وكلام يدخل فيه مساحة غسيل وجه وسمعة المستشفى فيه وقت انت عارف انه فيه لجان بتشتغل فما كانش لائق انه ده يحصل الاكتر من ده انه الاستاذ مصطفى باكري بتكلم عن الصرح الطبي العظيم الذي يعني اكاديميات العالم تشهد له وده احنا ما بننكروش ولا بنقول انه غالب بس اسمعوا كده هنا بيلفت انتباهي الاستاذ مصطفى باكري بما قاله وباداؤه انه سمعة 57-57 تقريبا مثلا ممكن يبقى 75% منها دعاية دعاية تلفزيونية عبر الاعلانات وعبر البرامج دعاية ليه هذا الكلام عن الخدمة الطبية زي ما بقول لحضراتكو بدأ يتبدلين من شهادات ناس دخلوا المستشفى وطلع ولادهم ميتين انه الخدمة الطبية فيها مشكلة يعني انا هنا بالصدفة البحتة ووحيات بنتي هذا تم بالصدفة البحتة انه خلال الاسبوع ده جالنا على صفحة البرنامج وتقدروا حضراتكو تدخلوا على صفحة البرنامج اللي هي علنية ما بنخبهاش ناس بعتلنا رسائل في المساحة دي تحديدنا يا مصطفى في اللي هو في الاداء في الخدمة الطبية في النتيجة يعني خليني اقرأ معاك كده ايه يعني دي رسالة من الاستاذ علاء ابراهيم علي بيقول السلام عليكم فلان الفلاني انا والد حالة اتوفد في مستشفى 57-53-57 يوم 22-9-2018 22-9 يعني احنا بنتكلم من حوالي سبعتية بيقول وانا قاعد مستني ااخد بنتي عشان اجهزها اغسلها وكفنها كان في بنت موجودة معاها وفي اتنين كمان نزلوا وانا موجود مش اقل من خمس او اربع حالات وفاة كانوا في نفس اليوم يوم 22-9-2018 ولو شريفة ابو الناجة عنده رد على الحالات دي يقول لنا في يوم 22-9-2018 في من اربع الى خمس حالات وفاة نزلوا تحت في المشرح بيقول انا عارف حالة كانت الاب دا بيقول انا عارف حالة هناك موجودة البنت دخلت عملية جراحية بسبب كلونة الكيماوي كلونة اللي في ايدي كلونة الكيماوي تسرب بهدل ايد البنت وباباها معاه صور بالوضع دا والبنت حاليا في الرعاية انا مش بقول ان المستشفى وحشة لا المستشفى فيه تجهيزات ما شاء الله بس فين اللي يشتغل عليها ودي نقطة مهمة جدا انت قد تجيب اجهيزة وتجهيزات ويبدو ان فيش حد عندك بيشتغل عليها فهو بيقول ما شاء الله بس فين اللي يشتغل عليها يا فندم انا قعدت مع الدكتور محمد حجاج المدير الطبي للمستشفى بيقول لي انا اسف وحقك علي احنا فعلا عندنا عجز في ممرضات الرعاية وده بسبب مستشفى الفؤاد والسعودي الالماني احنا بنقول لهو على الملأ يعني سحبت الممرضات من عندهم قال بيدفعوا اللي احنا ما نقدرش ندفعه وبيقول الاستاذ علاء ابراهيم بيقول انا قريت ما قال الاستاذ وحيد حامد ان الصرح المحترم بيتلقى تبرعات ما يقرب من مليار جنيه سنويا بيتصرف 160 مليون و200 ألف أدوية فين الباقي يا باشا لما مؤسسة زي دي بقى فيها فساد والناس ترضى انها تاكل وتعبف بطنها على حساب مرض أطفال انا بقول لهم بس يعودوا مع نفسهم شوية ويفكروا في الأمر وربنا يصلح حالنا جميعا دي رسالة اب الاستاذ علي ابراهيم علاء ابراهيم علي رسالة اب بيقول بيتكلم بعفوية بنته بنته ماتت عنده حالة اتوفت فيه 57 شاهد قاعد وهو شايف الحالات نازلة وبتاع ودكتوره بيتكلم مسؤول في المستشفى بقولوا عندنا عجز في ممرضات الرعاية والراجل بيتساءل عندهم أجهزة عظيمة بس محدش بيشغل طيب في حالة تانية برضو بيقول انا والد الطفل ورونها جماعة عشان تبقى قدام الناس بيقول انا والد الطفل باسل رواش المتوفي في 57 من سنتين اسوأ خدمة وهي الرعاية المركزة واؤكد لك على اهمال الممرضين الرعاية وعزبونا الله ونعم الوكيل ابن تعرض لتلوس في الرعاية وانا بأكد ان الاجازات الجمعة والسبت للدكاترة الكبار فعلا فهنا يعني يعني اي الحاكتين في الخدمة الطبية اللي انت بتتكلم عنها انه عنده ابنه اتعرض لتلوس في الرعاية وانه فيه فعلا اجازات يوم الجمعة والسبت للدكاترة الكبار السينيور بتوع المستشفى وسايبين الجينيور هناك لشباب الأطباء الصغيرين والكبار مش موجودين في المستشفى دي الخدمة يا سيد مصطفى للناس بيقولوا انا عارف انك بتسمع للناس وصوت الناس وبتحب ان الناس دي تتكلم وانت تعرض انا بيقولك الناس بتقول ايه عندي الحالة الثالثة لستاذة اسماء ابراهيم أستاذة اسماء ابراهيم بتقول اليوم اللي توففت فيه سجدة سجدة اللي هي السيدة 들고 موعلقة لما كلمتنا عن سجدة من كذا يوم بيقول بتقوللستاذة اسماء اليوم اللي توفت فيه سجدة كان معاها حالتين تاني بنت اسماهة ماريム وولد كبير في نفس الساعة الله أعلم بيكونوا كام طفل توفوا على مدار اليوم وطبعا تلاجة الموتى ومكان الغسل مكان تحت الأرض في المستشفى يعني فوق عالم وتحت عالم يعلم بيه ربنا وربنا يلطف بحالات الأسر اللي بتيجي تستلم ولادها ويلطف بينا ويصبرنا على فراء سجدة طيب لما يجي بقى كإعلام موضوع يا أستاذ مصطفى ببساطة الرواية العظيمة اللي انت قلتها انه التقرير انه الأكاديميات والمستشفيات الدولية ما بتاخدش اللي بتقرير 57 حط ده جنب كلام الأهالي اللي ولادها بتموت ولادها بتموت وعس الناس ما حدش هيتاجر بابنه بعد ما يموت يعني ابنه خلاص مات مش هيتاجر بيه بعيز حقه بس أو عايز نره تبرد الإهمال اللي احنا قاعدين نسمع عنه في حالات بالأسماء وموسقة والناس دي موجودين وقول لحضراتك تقدر تدخل على صفحة البرنامج هتلاقي الناس بأسماءها بصورها بتليفوناتها أيلين هذا الكلام ما حدش هيتاجر بابنه أو حد يطلع يقول ابن يتعرض لإهمال أو أو الاخر وقائع واضحة وبالأسماء فحكاية انه كيان وسمع عالمية ده يبدو ان الإعلام اللي نفخ في هذه المستشفى طيب لقينا الكلام برضو ان نفسه مصطفها بيقول يا جماعة التبرعات ترجعت تبرعات ترجعت سمعوني كده يا جماعة يتعبني أنا نفسيا ان المستشفى بدأت كبار الموظفين ينسحبوا منه وخصوصا الممرضات اللي بياخدوا مرتبات مجزية لأن المستشفى مش قادرة تدي حوافز الآن لأن التبرعات قد انخفضت بنسبة أكتر من 40% حتى الآن مش عليهم هما بس عليهم وعلى أبو الريش وعلى المهد القومي للأورام ويحدثني الراجل على أنه في كارثة مقبلة بهذا الشكل لأنه جرت تشكيك في هنا حاجتي الحاجة الأولى أنه التبرعات انخفضت بنسبة 40% طيب أنا الوقتي عندي رقمين مش عايفة أعمل فيهم إيه رقمين لنسبة انخفاض التبرعات أستاذ مصطفى بكري بمصداقيته بيقول 40% طيب ما نتفكركم كده الأستاذة نشوى الحوفي برضو في إطار دفاع عن المستشفى بتقول التبرعات انخفضت بقى ده سمعوني نشوى كده أنا بقول الحقيقة وأنا الحقيقة النهاردة مع هذا الأمر اللي هو بيتعالج في 57 الأمر ده زنبه إيه النهاردة التبرعات نزلت 60% كمجتمع إحنا بنخاف وسيبينها دلوقتي لحد ما دلها صح أنتوا عايزين تهدوا 57 خلاص تخيلوا الحياة من مدير 57 57 بتعالج 11000 مريض سنويا طيب 60 يبقى أنا شوى 60 أستاذ مصطفى عليه باربعية نصدق أنه طيب ليه ما يبقاش فيه شفافية ويطلع شريفة بن ناجا اللي هو يبدو أنه بقى على رجليه نقش الحنة ما بيطلعش يطلع يقول يا جماعة والله أنا قبل الحملة اللي معمولة دي التبرعات كانت كازة الوقتي التبرعات بقى اتكازة فيقول لنا رقم إنما ناشوى تطلع تقول 60% لسوز مصطفى باكري يطلع يقول 40% نصدق مين نصدق مين نصدق ناشوى اللي شغالها في المستشفى ولا صدق لسوز مصطفى باكري اللي ما بشككش في معلوماته بس يبدو أنه جانبه الصواب هذه المرة عايزين رقم وهي دي مشكلتنا مع المستشفى مشكلة أرقام إنك مش عايز تطلع تواجه الرأي العام دي ليست ملكية خاصة هذه ليست عزبة خاصة وإحنا بتتكلم عليها هذه أموال مصريين دفعوها لعلاج الأطفال والاعتراض على أنها لا تنفق في علاج الأطفال كويس؟ ليه بقى؟ لأن أنا هقول لك حاجة تانية السوز مصطفى قال إنه انخفاض التبرعات بنسبة 80% أدى إلى إن كبار الموظفين يمشوا كبار الموظفين يمشوا وخصوصا الممردات اللي كانوا بياخدوا أموال مجزية وما فيش مكافآت ولا حوافز بتتصرف طب إيه رأيك في اللي قالوا يعني والد حالة من اللي توفت وإن الدكتور هناك مسؤول اسمه إيه؟ اسمه دكتور محمد حجاج المدير الطبي قالوا يا السوز مصطفى إنه عندهم عجز في ممرضات الرعاية عشان فيه مستشفى كذا وكذا بتدفع أكتر منه فالممرضات بيمشوا أو مشوا عشان فيه حد تاني بيدفع أكتر ده رقم واحد رقم اتنين ما تيجي أكلمك شوية عن طاقم التمريد في مستشفى 57 وبالمرة نقول إضافة للناس فيه اهتراء إدارة هذا الصرح الطبي اللي عايزين يبلعونا بالعافية إنه صرح عظيم اللي حاصل إيه؟ إنه الطاقم الطبي ليه التمريد فيه 57 تلات مستوية المستوية اللي هو الأكبر اللي هم الممرضات دول عددهم يوصل تقريبا 3000 فيه المشرفات اللي هم بيدوروا بقى التلات تلاف دول حوالي 20 ممرضة وبعدين فيه مشرفة كبيرة أو اللي هي مديرة بقى التمريد فعندي تلات مستوية هقول لحضرت المسؤولة عن التمريد في المستشفى بتاخد 75 ألف جنيه أوسوز مصطفى ولذلك مثلاً اللي يقول لك إنه الدكتور شريفة أبو الناجا بياخد 59 ألف جنيه ده أكذيب يعني أنا الرقم الحقيقي اللي بياخده شريفة أبو الناجا أنا معرفوش بس لما تبقى رئيسة التمريد في المستشفى بتاخد 75 ألف جنيه في الشاق هو يبقى بياخد كام ده سؤال ممكن ناشوة تبقى جاوبنا عليه رقم واحد رقم اتنين العشرين دول اللي هم مشرفات التمريد بياخدوا حوالي تقريباً من 20 ل 25 ألف جنيه في الشاق الممرضات بقى لا مرتبات متدنية تكلم بقى في 3000 في 4000 في 5000 بالكتير اللي هو أنت بتتكلم على ناس مفروض متفرغيه الطاقم التمريد في 57 لما تيجي تتأمل اللي بيحصل وهم المعرضين يعني اللي هم بيتعاملوا مع المرضى بشكل مباشر أنت بتتكلم وكأنه هناك سخرة بعد ما كان بيتم تجديد العقد كل 4 سنين بقى يتم تجديد العقد كل سنة دي ممكن تبقى كويس عشان اللي ما يشتغلش كويس يعني لكن الإدارة الـ HR والإدارة القانونية هناك بيتعاملوا مع الممرضات كانهم عبيد عبيد ويقدر السوز مصطفى يسأل شريفة بن ناجا أو ما يسأل شريفة بن ناجا يروح يسأل الممرضات هناك بيتعاملوا إزاي فهنا المعلومات يا فندم مش صحيحة اللي انت بتقوله في إطار دفاعك عن المستشفى مصحيح وبعدين فجأة لقيت فيه انحراف فيما قاله الأستاذ مصطفى بكري عن الحملة اللي علجت موضوع سبب خمسين هقول لكم الانحراف ده فين سمعوني كده يا شباب وانا عارف ومن معلومات مهمة انه لا توجد وبقولها وانا مسؤول على الكلام ده لا توجد انحرافات حقيقية في مستشفى سبعة وخمسين تأتي في سبعة وخمسين كما رصدها هذا التقرير ولا توجد مخالفات صحية كما رصدها تقرير وزارة الصحة طيب انا ما بشككش في نوايا حد ولكن مش حرام مش حرام ان مساشفى زي دايا نهار مش حرام ان ابو الريش تتراجع التبرعات بتاعتها مش حرام ان المعهد القومي للأورام اللي بيدخله في اليوم هنا لازم اختلف معاك يا سيد مصطفى اختلاف كبير ليه لانه اللذين قالوا لك ان الذين قادوا الحملة ضد سبعة وخمسين اتهموا ايا من مسؤوليها بالانحراف كذبوا عليك وانا قاسف يعني عذرني ضللوك ليه ضللوك لانه في هذه الحملة اللي بدأت من عنده الأستاذ أسامة داود وكتب فيها الأستاذ وحيد حامد وبعدين تبنيناها هنا لم يتهم احد اي مسؤول في سبعة وخمسين بالانحراف المالي على الاطلاق ما حدش قال ان فيه حد حرامي ولا فيه حد سرق ولا فيه حد اخر الاتهام ايه يا فندم الاتهام ان اموال التبرعات التي يدفعها المصريون لعلاج الاطفال مرضى السرطان الفقراء تنفق في وجوه ليست هي الوجوه التي تبرع المصريون من أجلها فقر دا الاتهام الواضح فلما تقول لا توجد اي انحرافات حقيقية طبعا احنا ما اتهمناش حد بان فيه انحرافات ولما تقول لا توجد مخالفات صحية لا ارجع بقى عند الناس اللي اولادها ماتوا عشان تعرف ان فيه مخالفات صحية واحنا والله ما كناش بنتكلم عن المخالفات الصحية لان احنا كنا واقعين ايضا ضحية للآلة الاعلامية الضخمة التي تقف وراءها 57 وبتصور للناس ان هي حاجة عظيمة جدا لكن مصطفى راجع نفسك بتقول ان فيه لا توجد انحرافات واي ان تعال هنا استنى صح استنى صح هو انت طلعت على التقارير يعني انت شفت التقارير عشان تطلع النهاردة تتكلم بلسان انه لا توجد انحرافات كما رصدها تقارير اللجنة بتاعت مزارة الصح انت شفتها الله امال في نفس الحلقة بتطالب انه اللجان تطلع التقارير طالما انت شفتها وبعدين هقولك لو اللجان انا هنا بقى ما سربته انت عن تقارير اللجان يخليني اطعم فيها من الان واعلن رفض لها من الان لانه هذه اللجان عملت بشكل خاطئ لو ايه لو راحت اللجنة دي يا عسي مصطفى تقول لشريفة ابو النجا انت جالك فلوس قد ايه جالي خمس قروش صرفتها في ايه صرفتها في كذا 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 هو صرفها كده فعلا لكن الخلاف حوالين انه هزي الاموال انفقت فيه وجوه ليست وجوه هيو ده الخلاف اللي انت جاي النهاردة يبدو حضرتك بكونتش عارفه كويس واللي قالوا لحضرتك او اتكلموا معاك عشان تقف جنب 57 قالوا لك دول بتهمونا بالانحراف وبتهمونا بالفساد واحنا لحنا منحرفين ولا فسدين بقولك فالمسألة كلها خاطئ لانه ببساطة شديدة جدا لو رجعت حلقاتنا ويبدو ان احنا كده هنعمل ايه يبدو عشان الناس تفتكره جماعة كل يوم نحدد 10 دقائق نعمل ارشيف 57 عندنا في البرنامج ونفكر الناس احنا اقولنا ايه الناس ما تاخدناش في دوكا يعني الناس ما تاخدناش في دوكا وتقولك انتو اتهامتو ناس بنحراف لا الاتهام لا يزال قائما لانه ها التبرعات او السود مصطفى ينفع يتمول بها مسلسل تنتجه المستشفى والتأليف ياخد 5 مليون و800 ألف واللي مش عارف الفورمات تاخد اتنين مليون واللي مش عارف مين ياخد ايه لا فيه الاعلام جهاز الاعلام اسأل صديقك شريف ابو النجل الجهاز الاعلامي في المستشفى بياخد فلوس قد ايه بياخد فلوس قد ايه هو بياخد مرتب قد ايه ويرجع يقولك نحن نضحي من اجل الوطن يالسلام حلو او التضحية دي خدونا نضحي معاكو من اجل الوطن وناخد كل الفلوس اللي بتاخدوها دي طالما كل واحد يطلع يقولنا احنا بنضحي من اجل الوطن وتليه بياخد قد دي كده وتيجي تكلم وقولك لا يا ما تكلمناش احنا بنخدم البلد دي اللي بيخدم البلد دي اللي بيبني واللي بيزرع واللي بيعمل وما بيطلبوش بحاجة فاذا فيه نقطة مهمة جدا انا عايز بقى افكر للسول مصطفى بصور كده لطيفة جدا وروني كده جمعة وروني الصور اهو ده الاستاذ مصطفى باكر يا جمعة تمام وروني الصورة اللي بعدها اوضح شوية اهو كان بيعمل ايه الاستاذ مصطفى باكر كان عضوا من اعضاء لجنة تقصي الحقائق في القضية التي عرفت اعلامين باسم فساد ثوامع الامح تمام طيب يعني انت كنت عضوا في لجان تقصي حقائق وطلعت فوق الصوامع تشوف بنفسك احنا ما شفناش اي حاجة عن اللجان اللي كانت بتحقق في 57 اقصى مصطفى ما نعرفش عنهم حاجة ما حدش قال لنا حاجة ما حدش طلع اشارة ما حدش طلع يعني لمحة ضوء يقول لنا ان فيه حاجة وبعدين انت ما عرفش هل دي زالت لسان انك بتقول كما رصدت تقارير اللجنة التي جهزتها وزارة الصحة لا يبقى فيه حاجة فيه لعبة بقى هنا اقصى مصطفى معلش فيه لعبة مش مزبوط فيه حاجة بتتم بشكل مش وانا مرضهاش ان انت تقع في هذه المغالطة لانه مرضهاش كمان انك تتحدث معاهدتك ان تتحدث بهذا الصوت لانه انت ايه بتستعطف الناس ان الناس تتبرع تم تسبب يثبت شريف للناس انه الفلوسها بتروح للعلاج والناسها تروح لكن انا اقولك ليه الناس احجامت عن التبرعات الناس احجامت عن التبرعات لما لقيت بالدليل انه ادارة المستشفى بتنفق هذه الاموال ليس لعلاج الاطفال الفقراء بالسرطان ولكن بتنفقها على الوجاهة على الاحتفالات على الهدايا على المناسبات على العالم بتوع الاعلام على المسلسلات وليك في ايه في ايه لان اقولك الناس بتتبرع بتتبرع تحت تانية لان والناس مش هتعجم عن التبرع ولكن هتعجم عن التبرع لما كان يهدر هذه التبرعات وبعدين انت سألت قلت فين تقرير اللجنة انا يا فاندم بقالي كتير بسأل في البرنامج دا قلوهم فين تقرير اللجنة جماعة قلونا فين تقرير اللجنة اللجنة تطلع طولة جماعة وان كان بعد ما حضرتك قلته وبعد ما ألمحت إليه من إنه فيه تقارير وإنت شفتها أنا بقول لحضرتك أهو بإسمنا أنا لا أطمئن لتقارير هذه اللجان لأنه فيه خطائين يا أستاذ مستفى وإنت سيد من يعرف فيه تشكيل اللجان أنا كنت عضو فيه لجان تقص حقا أول حاجة إن فيه لجنة شكلتها وزارة التضامن اللي هو كان فيه مفروض لجنة تتشكل عشان تراجع على مراقبة وزارة التضامن للمستشفى لأن وزارة التضامن دي مفروض بتعمل رقابة دورية تمام فده حاجة غريبة وهي اللي حاجة التانية هو ينفع لجان تقصي حقائق متشكلة تشتغل فيه مستشفى عشان فيه اتهامات موجهة شريف أبو النجا ويفضل شريف أبو النجا هو اللي بيدير المستشفى وبيقابل أعضاء اللجان ويشرب معهم حاجة ساعة وبيهزر وهوه وهي لآخره ده فين ده ده ولا في بلاد الموز يعني ولا في جمهورية الموز حاجة زي دي تحصل يبقى الناس راحين يعملوا تقصي حقائق في مستشفى وهو الراجل قاعد في مكتبه عادي بيدير شغله عادي أوراق المستشفى كلها تحت إيده عادي رايكوا رايحونا في سكو رايحونا من الأول وقلونا يا جماعة من أول أسبوع الناس دي صاخ سليم خلاص لكن هما مصطاخ سليم هما مصطاخ سليم وأنا بقول له السؤوس مصطفى بكري وهو صديق عزيز ويعني أدين له بأشياء كثيرة جدا لا هذه عصرة من عصراتك أنت وقعت فيها السؤوس مصطفى لا تلك بي الحقيقة الراجل طول الوقت مقاتل ومناضل من أجل ضد الفساد فإحنا هنا بنقول تحقيق يتم بشكل محايت ما تمش بشكل محايت إذا كان جرى ويطلع تقول تحمل الحملة الشفافية كانت تقتضي إنه الراجل يطلع يقول واحد اتنين تلاتة اربعة واخلصنا من الموضوع ده إنما حالة الإخفاء البلد دي البلد دي ما عادش فيها حد أكبر من القانون ودي ناعدي هنشوف وعايز أقول لكم حكة تاني مرة تانية الحية عشان نطلع للأستاذ محمود بدر عشان قضيتنا التانية دي مع الحضانات بس خلص قدرنا كده وقدركم إن أنا سيبكوا بقى الوقت إيه مع المشهد الشهير الشنكل يعني قدرنا كده شغلونا الشنكل يا جماعة وبعدين نطلع فاصل عشان فقرتنا الحوارية مع النائب البرلماني الأستاذ محمود بدر حول حضانات السلفيين والجماعات التي تزرع الإرهاب في أطفالنا من الصغر انزل بالشنكل اكتشفت أنا